الجانب المهم جداً اللي حبيت أوصله إلى دولة رئيس الوزراء الموقر عدد الأيدي العاملة اللي ممكن أن يمتصها برنامج الاكتفاءة الذاتي والأمن الغذائي في العراق ستحقق لنا أعداد مهولة على سبيل المثال حسبنا فقط على مستوى محافظة الأنبار نستطيع بخلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات ونصف أن نأمن ما يزيد عن ثلاثين ألف فرصة عمل فقط في الأنبار فقط في الأنبار كأعمال مباشرة رئيسية أعمال مباشرة رئيسية احتمال ثانوية سير في أربعين لا أريد أجيه هذه النقطة المهمة جداً برنامج الاكتفاءة الذاتي والأمن الغذائي فيه من المشاريع الذيلية عدد لا يحصى جيد من قضايا الطباعة إلى التغليف إلى التسويق إلى النقليات إلى التخزين المبرد المكيف والمجمد يعني فات أعداد كبيرة جداً من المشاريع نقضي على موضوع البطالة المقنعة نقضي على الطوابير المهولة التي تنتظر تعينات من الدولة التي أصبحت منهكة ومتعبة بالرواتب الشهرية التي تصرف لأعداد كبيرة جداً من الموظفين الاكتفاءة الذاتي والأمن الغذائي من شأن أن يمتص هذه البطالة بالكامل بل هو ليس يمتص البطالة بالكامل بل هو يستفاد من الطاقة الإيجابية وهذه المعنويات العالية عند الشباب العراقي اللطيف الذي يحاول أن يعمل بكل السبل وأن يقدم شيء ويخدم بلده مثل ما حارب الإرهاب وحرر البلد هذا الشاب المغوار باستطاعته أن يعمل ويصل إلى الاكتفاءة الذاتي ويعيش حياة كريمة بذراعة بعقله بأفكاره باجتهاداته الجميلة بالعمل